اسرائيل تخشى من تكرار سيناريو السابع من اكتوبر لكن هذه المرة على يد حزب الله لا حركة حماس هذا ما اشرت اليه صحيفة واشنطن بوست التي نقلت عن وحدة عسكرية اسرائيلية تعرف باسم المراقبات الميدانيات مجندات تلك الوحدة التي كانت ترصد تحركات عناصر حماس ومن بعدها حزب الله على الارض قلنا انهن راقبن حزب الله لشهور ورفعنا تقارير بكل تحركات اعضاء الحزب قبل ان تبدأت الابيب بتوسعها بحملتها العسكرية في لبنان ورغم توسع تلك العملية الا ان الوحدة الاسرائيلية حذرت من ان قادتها يتجاهلونهن حاليا كما حدث مع حادثة حماس ويريدون اسكاتهن وعدم التوجه بالشكوى بحسب ما كشفت عنه مجندة اسرائيلية لصحيفة واشنطن بوست وطلبت عدم الكشف عن هويتها وفقا للبروتوكول العسكري الاسرائيلي قادة الجيش الاسرائيلي يتجاهلون انذارات المراقبات الميدانيات كما فعلوا قبيل السابع من اكتوبر وهناك خطر كبير عليهن كمراقبات ميدانيات في الشمال من ان يلحق بهن المصير ذاته على يد عناصر حزب الله وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الامريكية فان قادة الجيش الاسرائيلي يحاولون بكل جهد اسكات وتهميش عناصر تلك الوحدة الرقابية معللة بذلك قول احدى السيدات التي خدمت سابقا في تلك الوحدة بان الجيش الاسرائيلي جيش ذكوري ينظر فيه الى الفتيات على انهن في حالة هستيرية ويهددون دائما بوضع تلك الفتيات بالسجن حال واصلنا ارسال هذه الانضارات بحسب وصفها فيما رفض الجيش الاسرائيلي التعليق على هذه التصريحات قائلا انه لا يستطيع التحدث عن احداث السابع من اكتوبر لان التحقيقات لا تزال جارية